كنت أنجبتي ولد كنت حتسميه ايه محمد عشان اسم النور كان في شهادة الميلاد محمد وبعدين لما خلفنا سارة وانا حاملت في سارة قلتوله هيقوله ايه هم على فكرة كانوا بيندهوه نور في البيت يعني ده اسمه فكان ايه هيتكاتب سارة محمد جابر محمد عبدال فقلتوله مين محمد جابر فتقولهم الله انا اسمي ابويه نور الشريف فقلتوله لغبط فالمهم هو راح غير اسمه في شهادة الميلاد وتعامل بقى نور الشريف جابر محمد عبدال بعد ما حصل انا عملتها في الاول من المنطلق ان انا حامل في بيبي وعايزا يتسمى باسمه اللي هو الناس عارفا كلها طب بعد كده حاصلت يعني باحساس متضايقة اني شلت اسمه محمد فقلت لو ربنا اداني ولد هساميه محمد كان عبالك يكون عندك ولد بسي بسي هقولك على حاجة انا اه 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 اتربيت في اسرة احنا كنا تلات بنات وولد والحقيقة باب الله يرحمه وامي عمرنا محسنة بكلمة ولد وبنت فما عندش كلمة ولد وبنت من تربيتي يعني حقوق اخويا محمد زي كان زي حقوقي وما كانش فيه حد له ضغط على التاني يعني انا واخواتي ومحمد كنا كلنا اللي بيحكمنا بابا وماما ما كان فيه تفريق بين ولد وبنت يا او انا عايز لا يعني هتلاقيني انا ونورا واختي هودا اه 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 شخصيتنا متكاملة ما فيهاش احساس بال وتلاقينا في المواقف بنتطرف ونتطرف كويس قوي ومش يعني مش مستنين لنا راجل يقفلنا يعني احنا بشخصيتنا ست بمت راجل هو باب يقاتل على فكرة شفتي مزاكرة